ايكيا البحرين مع افتتاح فرعها رقم 440 استحدثة 320 وظيفة غالبيتها لكفاءات بحرينية شابة من كلا الجنسين ستور البحرين سيكون اكبر ستور في الشرق الاوسط عدد الارتكلز الموجودة في المعرض بحوالي 8000 ارتكلز وهذه خصوصية جيدة لان الزباين سيشوفوا تشكيلة واسعة جدا من المنتجات 8000 منتج من المفروشات واللوازم المنزلية تحت سقف واحد صممت بخبرات سويدية عالمية الطراز موزعة على مساحة 38000 متر مربع مع تأثيث عدد كبير من الغرف والزوايا وشغلها بالكامل بمختلف الافكار المنزلية المبتكرة مدعومة بمرافق لجعل التسوق لدى الكثيرين تجربة استثنائية عاملين نحن مثل فاسيليتي للأطفال هي دي فري اوف تشارج يعني بدون مقابل لما يجوا عندنا الزباين ممكن يتركوا أطفالهم بمكان آمن والأطفال فيهم يلعبوا يتسللوا كيف بشكل كتير جميل وحلو ما ننسى كمان عندنا مطعم يعتبر من أكبر مطاعم في البحرين تقريبا 700 مقعد مع تشكيلة جميلة من المأكلات السويدي وبعض الأضايا يعني اللي عملنا له شوية أدابتيشن يعني للزوء المحلي ويتوقع أن يستقطب أكبر مركز لبيع الأثاث المنزلي في الشرق الأوسط أكثر من مليون وخمسمائة ألف زائر على أساس سنوي رقم أعدت له تواقم أيكيا البحرين العدة على أكمل وجه لإرضاء جميع المتسوقين على اختلاف اهتماماتهم وتشعب أضواقهم المنزلية بسواعد بحرينية كفؤة وخبرات إقليمية أخذت على عطقها جعل التسوق في مجال الأثاث المنزلي متعة لا تنسى والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا اليوم ونبدأ مع برصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام في تداولات اليوم بتراجع بنسبة 0.17% مقفلا عند مستوى 1334 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونا ومائة وستة وستين ألف سه بقيمة إجمالية تجاوزت 217 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 35 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 50.34% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة وننتقل الآن إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7.942 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.35% وكانت الربح الوحيد بالنسبة للتداولات هذا اليوم أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4.937 نقطة بانحفاظ طفيف بلغت نسبة 0.5% وبالنسبة لسوق دبيل المالي فقد أغلق عند مستوى 2.829 نقطة كما هو موضح على الشاشة من خفاظ بلغت نسبة 0.43% كشفت ثلاثة من بنوك العاصمة الإماراتية أبوظبي عن اندماج محتمل من شأنه أن ينشئ كيانا بحجم أصول يصل إلى 110 مليارات دولار بحسب مشاركين على الطلاع بالمحادثات وقال مشاركون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لخصوصية المحادثات أن المناقشات بشأن الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال لا تزال جارية لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن وقال اثنان من المشاركين أنه في حال نجحت المفاوضات يمكن الإعلان عن الصفقة في وقت مبكر من هذا الشهر ومن شأن الاندماج المحتمل أن يخلق خامس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ أقرت اللجنة الاقتصادية اليمنية حزمة إجراءات سريعة وعاجلة لوقف تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وشدد الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الرئيس اليمني عبد الربو منصور هادي على دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعه الطبيعي والوقوف بحزم أمام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة السكان واستقرار المجتمع وذلك وفقا لوكالة واس ووجه الرئيس اليمني بالعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوى وحضر موت عبر ميناء النشيمة وميناء الضبة والبدء بتصدير الغاز عبر بلحاف وذلك في خطوة تهدف إلى تنمية الإيرادات النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة ماكدونالز تغلق عددا صغيرا من مطاعمها في فانزولا بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق الثانوية بالعصمة الإيرانية طهران لأول مرة بتاريخه إلى 120 ألف ريال إيراني في حين حذر علي مطهر نائب رئيس البرلمان من وضع اقتصادي أسوأ وارتفعت أسعار العملات الأجنبية الأخرى أمام الريال الإيراني حيث تخطى سعر اليورو 130 ألف ريال إيراني في حين وصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 150 ألف ريال إيراني وحذر مطهري في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صعوبة الفترة الحالية قائلا أنهم لا يمكنهم استيراد الدولار والولايات المتحدة تحول دون ذلك والبنوك أيضا لا تتجرأ على فعل ذلك وتكلفة رسوم الشحن والتأمين على البضائع أصبحت مرتفعة جدا إلى ذلك يستعد عملاء النفط اليابانيون الرئيسيون لوقف واردات النفط الخام من إيران في اكتوبر المقبل وذلك وسط مخاوف من أن واشنطن ستفرض عقوبات على الدول التي تستورد الخام الإيراني وقالت وكالة جي جي بريس اليابانية أن توكيو لم تفلح في الحصول على استثناء أمريكي من العقوبات في حال استمرت في شراء النفط الإيراني وتبحث اليابان حاليا استبدال إيران بمصدر آخر للنفط منها دول في الشرق الأوسط ويبدأ سريان المرحلة الثانية من العقوبات التي تستهدف قطاعي النفط والبنوك في إيران في الخامس من نوفمبر المقبل تخشى البلدان الغارقة في الديون والمستفيدة من مشاريع البنى التحتية ضمن طريق الحرير الذي أطلقت بكين من تزايد حجم ديونها إلى درجة تثير قلق صندوق النقد الدولي وتدفع بعض الدول إلى التردد وفي صيف عام 2013 أطلق الرئيس الصيني شي جي بينغ مبادرته العملاقة لبناء الموانئ والطرق والسكك الحديدية عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا بتكلفة عشرات المليارات من الدولارات وبعد خمس سنوات تثير طريق الحرير الجديدة الانتقادات والقلق مع اتهام بكين باستخدام قوتها المالية لتوسيع نفوذها ويشمل المشروع نظريا نحو سبعين دولة يفترض أن تساهم في الاستثمارات معا إلا أن الكثير من المشاريع تمولها فعليا المؤسسات الصينية علم أن خلية أزمة قد تم تأسيسها صباح الجمعة الماضي داخل منظمة التجارة العالمية في جينيف في ضوء الضربة الجديدة التي سددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة بتهديده بالانسحاب من هذا الكيان التجاري العالمي الذي يتحكم في نحو 98% من التجارة العالمية بحسب ما ورد في صحيفة الاقتصادية وهدد ترامب في مقابلة صحفية مع وكالة بلومبرغ بالانسحاب من منظمة التجارة إذا لم تسمع نداءاته بأن تطور المنظمة من نفسها وتعيد هيكلة مؤسساتها وقال الرئيس الأمريكي بكلمات صريحة إذا لم يطوروا أنفسهم فإنه سينسحد من منظمة التجارة العالمية واصفاً اتفاقية تأسيس المنظمة بأنها أسوأ اتفاق تجاري على الإطلاق والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية تتجه الحكومة الإرجنتينية لأعلان خطة تقشف لمعالجة الاختلالات المالية التي أدت إلى أزمة العملة وذلك عشية اجتماع مهم في مقر صندوق النقد الدولي ويعقد وزير الاقتصاد الإرجنتيني نيكولاس دوجوفن مؤتمراً صحفياً ومن المتوقع الإعلان عن ضرائب جديدة على قطاع التعدين وصادرات فول الصوية ووضعت الحكومة أولوية تتمثل بتقليص العز المالي المزمن الذي يغذي التضخم والذي يتجاوز 30% في 2018 ويضع الثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ووفقاً لصحيفة كلارن فإن مؤتمر وزير الاقتصاد ستسبقه رسالة متلفزة من رئيس البلاد موريسيو ماكري الذي يرتقب أن يعلن تعديلاً وزارياً أغلقت شركة ماكدونالز عدداً صغيراً من مطاعمها في فنزولا التي تشهد أزمة اقتصادية حدة وفق ما أعلنت شركة أركوس دوردوس الحاصلة على أكبر عدد من الامتيازات من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية في العالم وذكرت الشركة الأرجنتينية استمرار نشاطاتها مع دينامية الأسواق لذا أغلقت الشركة في الفترة الأخيرة عدداً صغيراً من المطاعم في فنزولا ولم توضح الشركة عدد هذه المطاعم إلا أن الصحف المحلية وزبائن ذكروا أن القرار يشمل سبعة مطاعم وأربعة في العاصمة كراكس وثلاثة خارجها وأكدت الشركة في بيانها أن الأمر لا يتعلق بإغلاق حقوق امتياز فرينشايز مشددة على استمرار وجود أكثر من 120 مطعماً في فنزولا ترجمة نانسي قنقر